مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة English State لتعلم اللغة الإنجليزية في درس اليوم وهو خاص للمبتدئين سوف نقرأ نصا قصيرا باللغة الإنجليزية من خلال هذا النص سوف نتدرب على الاستماع والقراءة وأيضا سوف نتدرب على الكتابة لأننا سوف نكتب هذا النص في دفترنا من خلال هذا النص أيضا سوف نتعلم مفردات وتعابير جديدة باللغة الإنجليزية إذن لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا جميلا أحب أن أقرأ تعليقكم الآن هيا إلى النص عنوان النص هو My Cat عنوان النص هو My Cat سبق وأن تحدثنا عن Possessive Adjectives وهي صفات الملكية سوف أترك لكم ذلك الدرس في صندوق الوصف بمعنى كيف نقول قطتي قطتك قطتنا قطتهم وغير ذلك إذن هذا الدرس مهم أيضا سوف أترك لكم رابطه كما قلت في صندوق الوصف My Cat تعني قطتي My Cat My Cat I Have A Cat لدي قطة I Have A Cat أو لدي قط حسب السياق إذا كنت أتحدث عن القطة أقول Cat كذلك عن القط ليس هناك فرق بين المؤنث والمذكر في اللغة الإنجليزية I Have A Cat إذن أحيانا تجدون Has وأحيانا تجدون Had هناك من يسأل ما الفرق بين Had و Have و Has أيضا تحدثت عن الفرق بين Have و Has و Had في درس سابق سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف I Have A Cat لدي قطة My Cat My Cat قلنا My Cat هي قطتي My Cat is Orange My Cat is Orange Orange هي صفة وتعني برتقالي معنى قطتي برتقالية أو قطي برتقالي لونه لون البرتقال My Cat is Orange Orange إذن Orange هي ناون وتعني برتقالة وكذلك adjective بمعنى هي صفة وأيضا نستعملها كاسم At هو ضمير لغير العاقل سواء كان ذلك مذكرا مؤنثا جمادا أو حيوانا It has a long tail لاحظوا هنا استعملنا Has وهنا استعملنا Have نفس الفعل لكن حينما نصرفه مع He, She, It يصبح has إذن لديه إذا كنا نتحدث عن القط لديه ذيل تيل طويل لديه ذيل طويل It has a long tail دائما في اللغة الإنجليزية الصفة تسبق الموصوف عكس اللغة العربية It has a long tail Tail هو الذيل It has a long tail Her eyes are brown Her eyes إذن الآن فهمنا بأن الكاتب هنا يقصد القطة وليس القطة بمعنى cat مؤنث هنا لماذا كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من خلال possessive adjective بمعنى her الخاص بهية بمعنى أشياؤها هي My cat قطي أو قطتي Your cat قطتك His cat قطه Her cat قطها إذا لاحظوا هنا her تأتي مع الأشياء الخاصة بها وليس به إذا كنا نتحدث عن الأشياء الخاصة به نستعمل his مثلا his book لكن كتابها نقول her book الآن يقول الكاتب her eyes بمعنى عيناها her eyes her eyes ولمزيد من التفاصيل حول possessive adjectives سوف أترك لكم الرابط كما قلت في صندوق الوصف تحدثت في هذا الدرس عن possessive adjectives وعن ضمائر المفعول به أيضا درس مهم جدا لا تفوته her eyes are brown بمعنى هنا استعملنا eyes فيجب أن نستعملنا verb to be are إذا كنا استعملنا her eye عينها يمكن هنا أن نقول is is تأتي مع المفرد verb to be her eyes her eyes are brown عيناها بنيتين brown brown أيضا adjective صفة بنيتين her eyes are brown brown it likes milk it دائما الضمير يعود على my cat it likes milk إذن تحبوا نحن الآن هنا تعرفنا عن أن cat هي مؤنث وليس مذكر هنا بمعنى هنا سوف نترجم ب it هي تحب الحليب it likes milk سوف يسألوني أحدكم لماذا استعملنا هنا s بعد verb like سوف أقول لكم بأن هذا هو تصريف الفعل like في present simple الفعل إذا جاء بعده he she it أو singular نضيف بعده s وقد تحدثت عن هذا أيضا عن present simple أو الحاضر البسيط سابقا لدينا شروح لجميع الأزمنة في قائمة خاصة على القناة ино It likes milk تحب الحليب It likes milk أيضا It likes to run and jump تحب ان تجري وتقفز It likes to run and jump Run and تجري and jump and تقفز إذن هنا تحب ان تجري وتقفز It likes to run and jump it likes to run and jump أحب أن ألعب مع قطتي قطتي أحب أن ألعب مع قطتي تجعلني سعيدا أيضا هو ضمير يدخل ضمن ضمائر المفعول به أو object pronouns أيضا سوف تجدون رابط object pronouns في صندوق الوصف شرحت object pronouns وأيضا possessive adjectives في درس واحد جميل الآن أعيد قراءة النص I have a cat My cat is orange It has a long tail Her eyes are brown It likes milk It likes to run and jump I love to play with my cat It makes me happy Again, كرروا ورائي الجمل لكي تتدربوا أيضا على النطق I have a cat My cat is orange My cat is orange It has a long tail Excellent It has a long tail Her eyes are brown Her eyes are brown It likes milk It likes milk It likes milk It likes milk It likes to run and jump It likes to run and jump I love to play with my cat I love to play with my cat Great I love to play with my cat It makes me happy It makes me happy It makes me happy Yes It makes me happy إذن هذا هو درس اليوم آمل أنكم قد استفدتم للمزيد من الدروس يمكنكم زيارة القناة والتوجه إلى قوائم التشغيل سوف تجدون بأن هناك قوائم متعددة منها ما هو خاص بالأزمنة ومنها ما هو خاص بالتعابير وبالقصص وبدروس للمبتدئين ودروس خاصة بالنطق وغير ذلك أترككم لاكتشاف هذه القوائم إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد أراكم بخير أراكم بخير اشتركوا في القناة